بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله أحد الصحابة زمان كان اسمه مخيريق وما كانش مسلم ثم أسلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم في ساعات قليلة جاهت في سبيل الله ومات شهيدا فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا أنا بحس في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى بيديها فرص للعمل القليل ثم الأجر المبهر الكثير لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع واسع المغفرة وواسع العطاء وواسع القبول فساعات ربنا سبحانه وتعالى يدي الفرص لكن القلب المقبل على الله هو اللي بيستثمر الفرص دي ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وأغلى نفح العلماء تكلموا عليها العشر ساعات اللي جايين النهاردة إحنا أغلبنا هينام مثلا مثلا بعد صلاة الفجر ممكن بعضنا يعمل زي سيدنا النبي عليه وسلم كان بيوصي من صلى الفجرة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى بعد الشروق كتب الله له أجر حجه وعمره تامة 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 فأنت النهاردة الشروق خمسة وشوية بعدها بتلت ساعة هتقوم تصلي صلاة الضحى وتاخد أجر حجه وعمره تامة 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 في يوم عرفة اللي هو سيدنا النبي قال إن ده أغلى يوم على ربنا لكن أغلب المسلمين قولها ينام يا سيدي بعد الفجر هيصحى السعكام بكرة أجازة عند الأغلبية عشر أحداشر الصبح المغرب سبعة إلا ستة وشوية في البلاد يعني العربية والإسلامية فالنهاردة أنت بتتكلم حداشر اتناشر واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يا سيدي تسع ساعات تسع ساعات هتقضيهم قال فيهم صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فالتسع ساعات دول إحنا مش عايزين الشيطان اللي هو مش متسلسل فيهم عرفة مش عايزين الشيطان يتحك عليهم والعلماء قالوا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فإحنا عايزين يوم عرفة ده يكون يوم من أيام الارتقاء مع الله ومن اللمحة تأتي الصلحة نظرة رضا واحدة من ربنا سبحانه وتعالى لإنسان مننا مقبل على الله يتكتب الإنسان في أعلى علين ويتفاجئ يوم القيامة زي ما الصحابة تفاجئوا بالآية دي يوم ما واحد قال لي سيدنا النبي أنا بحبك قال له طيب نزل القرآن ساعات كان النبي يسكت كده وينزل القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هو قال للنبي أنا بحبك بس عارف أن أنت هتخش الجنة في حتة وأنا في حتة قال له لأ هتيجي معايا بس خليك جنبي فاحنا هنبقى جنب النبي النهاردة إن شاء الله بإذن الله اقتراحات سريعة وراء بعض كده عشان نخش في الموضوع رقم واحد إذا كان نفسك اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فتعالوا نشغل نفسنا بكرا لأن الإنسان المنشغل بالطاعة مش هيعصي ولا هيغفر عن ربنا فبكرا أغلب المسلمين صايمين فاللي هيصوم بكرا عايزين يصوم صيام الخواص قالوا صيام خواص الخواص كمان قالوا إيه صيام خواص الخواص ده قالوا يصوم عن كل شيء سوى الله طيب عشان تصوم عن كل شيء سوى الله محتاج تشغل لسانك وقلبك بالله فأنا عايز أقترح عليكم بكرا تلت تلف ذكر الألف ذكر يا جماعة الناس اللي متعودة ما السبحتي معايا ولا مش معايا سبحتي جوه السبحة المية لما بتذكر عليها ربنا مئة مرة بلا إله إلا الله أو تصلي وتسلم على سيدنا محمد أو تستغفر الله العظيم غالبا اللفة دي المية دي بتاخد من ثلاثة لخمس دقايق حسب الإنسان وتعوده على الذكر فلما تذكر ربنا ألف ذكر من أي ذكر غالبا ياخد من نصف ساعة لاربعين دي فإيه رأيكم بكرا نذكر أذكار الأساس اللي العلماء قالوا عليها دي أساس تمسكك بطريق ربنا ألف لا إله إلا الله وألف صلاة وسلام على سيدنا محمد وألف استغفار لا إله إلا الله صلاة على النبي استغفار بكرا مش مية ومية زي من اتفق كل مر بكرا تلت تلاف ألف 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 واللي خلص التلت تلاف دوله لسه عنده مساحة في اليوم وغالبا دلنا هيحصل هوصيك بالخمس أذكار المشهورة اللي بتأي الميزان العبد عند ربنا قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه ألف حسنة أو تحطوا عنه ألف خطيئة قلنا بلى يا رسول الله إزاي قال يسبح مئة تسبيح سبحان الله لو خلصت التلت تلاف لا إله إلا الله صال على النبي استغفار يبقى عندك سبحان الله ثم دي مئة مرة أو أكثر قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رغو البحر مبالغة لكثرة ذنوب الإنسان سبحان الله وبحمده قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى دي مئة كمانهم قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة اللي يقولها مرة كأن ربنا يدي له كنز في الجنة ولي ليه حاجة في الجنة بيخش يجبها إلا بيبعث يوم القيامة وفرقبت حقوق العباد وانا تصور إن شاء الله يعني إحنا بنتحلل دايما من المظال سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الخمسة عشان يبقوا تلت ترف بأوا خمسمية قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وقال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما قال أكبر مما أخذ فالحمد لله كل مغالية جدا عند ربنا دي برضو مئة مر يبكى تلت تلف وخمسمية ذكر في اليوم بكرة بإذن الله سوشيل ميديا إياك إياك من إزعاج السوشيل ميديا أغلب السوشيل ميديا بالوقت بقت سلبية وكلام في حاجات ساعات كتير ما بيبقاش مفيد وساعات بيبقى مفيد ما جاتش على تسعة ساعات دولة من بعد ما تصحى الصهر عشر أحداشر لغاية الساعة سبعة بالليل يا سيدي بعد المغرب كمان هون السوشيل ميديا ما فيش أي مبرر لأننا تمشى في أي سوشيل ميديا مش هتخسر حاجة يا سيدي بعد الفطار تبقى تفرج على السوشيل ميديا لا تعكر قلبك ولا تعكر نفسيتك ولا تشغل بالك ولا الشيطان يخشي لك من حاجة مش كويسة منوجودة على السوشيل ميديا تتشاف بالعين قال صلى الله عليه وسلم من كف سمعه وبصره ولسانه في يوم عرفه غفر الله له زي ما قلنا برح في الحديث يبقى بلاش سوشيل ميديا تشدنا من أن نكون في معية الله وصايمين صيام الخواص العلماء قالوا أن البنت اللي مش بتصلي بسبب الحيد ممكن تمرر عينيها على القرآن من الآيباد والتليفونات والحاجات دي فممكن لأن قراءة القرآن عند العلماء الحائط فيها كلام كتير خلاف بس خلينا نطلع برى الخلاف وتمرر أو حتى تقرأ لو تاخد بقول العلماء بجواز قراءة القرآن من الآيباد لأنهما بعضهم بيستدل بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حاج فلو يعني عايزة تقرأي قرآن ممكن تقرأي من الأجهزة ولو عايزة تخرجي برى الخلاف حتى تتمرري عنيكي فقط بدون قراءة والحقيقة أن الأذكار هتغني بكرة الناس كلها لو هتواضب على 3500 أو تلك عليها بيقرب دلوقتي مثلا مغرب يوم عرفة بعد العصر قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم يعرفة وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أول من العصر ييجي عندك حاجتين بيتحمله الحاجة الأولانية ادعي ادعي وانت مقبل وانت مش مقبل ادعي وانت رفع ايدك ادعي وانت رفع السبابة زي ما كان سيدنا النبي سعب بادعي وعمل كده ادعي وانت متوجه للقبلة ادعي وانت تتمشي ادعي وانت سايق رايح مشاويلك في يوم الوقف لو حد نازل يشتري حاجة عشان البيت ادعي انت مفيش هيئة معينة للدعاء ان قلب بيناجي ربنا خير الدعاء دعاء يوم يعرف كل الدعاء خير لكن بالذات اليوم ده احنا محتاجين كل واحد عنده حاجة نفسية ومشاعر بيدور عليها من حب وسكينة وجبر خاطر ادعي هداية العيال شفاء النفس الفلوس اللي محتاجينها عشان دي قوام الحياة الفتح للناس اللي عايزة تعمل شغلانا اللي بيدور نفسه ينجح في انترفيو ادعي والدعاء مالوش لغة ادعي باي لغة انت تعرف تتكلم بيها مع ربنا المهم تكون مستريح وذكر لا اله إلا الله وحده ولا شريكة له له الملك وله الحمد وعلك ولشان قدير ده ذكر يوم عرف الحجاج ليهم التلبية واحنا لنا هذا الذكر واحنا في بلدنا طبعا فيه ناس كتير بتنطف فوق بكرة وبتنشغل بترويق البيوت دي عادات مصرية طبيعية فالستات اللي مجهولة بتنظيف بيوتها وانت بتنظف في بيتك سبحيتك في ايديك وذكرك في لسانك بحيث ان اليوم بكرة ما يبقاش فيه مساحة لشطان الوسواس الخناس يخنس امام ذكر ربنا سبحانه وتعالى اذكر 3500 ذكر الف لا اله إلا الله الف صلاة على النبي الف استغفار مية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مية لا حول ولا قوة إلا بالله ومية الحمد لله ثم بعد كده ترجمة نانسي قنقر